مساء الخير عليكم جميعا وأهلا بكم في اللايف فيديوز بتاعتنا في موقع رياضة 24 وأنا طالع معاكم النهاردة عشان نتكلم عن أزمة التسريبات والفيديو اللي تنتشر بشكل كبير جدا على On Sport مش على On Sport يعني من خلال ستوديو On Sport في 48 ساعة الأخيرة وطبعا نظرا للأسماء الكبيرة اللي موجودة في الستوديو ونظرا لحاجات تانية كتير كان طبيعي أن هذا التسريب يصحبه ضجة كبيرة كبيرة جدا ولكن بأكد مرة تانية إن فيه جزء إن إحنا كان لازم إحنا كمحللين وإحنا كنجوم في الستوديو إن إحنا يبقى عندنا حرص أكبر حتى لو إحنا مش على الهوى وفي نفس الوقت فيه مشكلة تكلمني عليها اللي هي المشكلة إن كان لازم الإشارة تبقى محمية بشكل أفضل ودي حاجة ممكن هنتكلم عليها بعد كده مش وقته إن إحنا نتكلم في الكلام ده ولكن لازم الناس كلها تفهم إن إحنا في أونسبورت كلنا عائلة وحدة كلنا عائلة وحدة مسؤولين ومخرجين ومصورين ومحللين طبعا ومعلقين وعمر يعني الموقف ده آسف معلش اللي قطع الفيديو عمر الموقف ده ما هيخلينا إن إحنا يعني يعمل المشكلة بيننا وبين بعض آسف معلش للأسف في بعض الناس حاولت إن هي تخش بيننا وتحاولت تتصدر المشهد إن في مشكلة وإن في مشكلة بين أون وبين المحللين آسف معلش إن في مشكلة بين أون والمحللين وإن في استبعاد لبعض المحللين ولكن أنا بقول لكم الحقيقة الكاملة آسف معلش بيقطع الفيديو أترجع لكم مرة تانية كلكم عارفين إن أنا رجل الحمد لله يعني ما عنديش أي حاجة تستدعي إن أنا ممكن إن أنا أجدب فيها طلع كلام مبارح إن في ناس بتقول إن تم استبعاد حزم إمام ومجدي عبدالغاني وميده من الستوديو نظرا لما حدث في التسريبات الأخيرة وبأكد لكم كلام أستاذ أسامة الشيخ والبيانة الذي صدر عن أون سبورت مبارح إن هذا الكلام ليس له أي أساس منه آسف الفيديو بيقطع ولكن الحقيقة إن إحنا كنا جايين زيوريخ عندنا يعني جايين أنا بالذات يعني جايين لهدفين اللي عندنا المباراة الأولى وهي مباراة البرتغال اللي إحنا كان عندنا إن إحنا كان عندنا إن إحنا هنحلل فيها المباراة من خلال استوديوهات أون سبورت وطبعا الحمد لله بخلاف هذا الفيديو المصرب طبعا الحمد لله عملنا استوديو قوي جدا أشاد به الجميع ولكن كانت بقية الرحلة إن إحنا طلعين إن إحنا نحلل المباراة التانية من الملعب لموقع رياضة 24 اللي إحنا عندنا ارتباط كبير جدا به وده فعلا اللي حصل ممكن يكون الفيديو اللي حصل ده خلا فيه ناس تفتكر إن ممكن يكون فيه استبعاد لبعض المحللين لكن ده ده ملوش أي أساس من الصحة مسؤولي أون سبورت وعلاقتهم جيدة جدا بنجومهم ومحللينهم نفس الكلام بالنسبة لنا إحنا عندنا احترام كبير جدا للمسؤولين في قناة أون سبورت ولا يوجد أبدا ما يستدعي إن يحصل أي حاجة تستوجب استبعاد أي فرض لأن برضو بأكد كلامي مرة تانية إن رغم إن إحنا كان مفروض نبقى حارسين أكتر ولكن إحنا يعني في الموضوع ده بالزادة تعرضنا لظلم كبير جدا لأن أي حد بيتكلم مع أصدقائه وتصور ممكن إن هو يخرج بشكل غير لائق فمن خلال هذا الفيديو ومن خلال موقع رياضة 24 بأكد لكم إن الحديث في إن أي شخص تم استبعاده من الستوديو ما لوش أي أساس من الصحة وللأسف ده من صناعة الإعلام ومن صناعة الصحافة ومن صناعة الناس اللي ممكن كتعايز تخلق مشاكل ولكن بقول لكم إن إحنا في قون سبورت كلنا على قلب رجل واحد وما عندناش أي مشكلة وإن الهدف الأساسي من إحنا كملنا السفرية وموجودين في المباراة اليوم أمام اليونان هو المفاجأة اللي هقولها لكم دلوقتي إن إن شاء الله عندنا تحليل مفصل ولايف كوفيرج من الملعب لموقع رياضة 24 هكون أنا موجود فيها وهنحلل المباراة قبل المباراة وخلال المباراة في وقت من روقات وفي الهالف تايم وبعد المباراة وهجب لكم ريأكشنز من السادة الحضور من الناس اللي موجودين ودي مش أول مرة نعملها عملناها قبل كده في مطش باريس سن جرمان وريال مدريد فمفاجئتنا إن شاء الله انتظرونا في مباراة اليوم مصر واليونان وتحليل مختلف وبعد الريأكشنز وردود الأفعال المختلفة خلال المباراة قبل المباراة وبين الشوطين وبعد المباراة بإذن الله live coverage من الملعب مرة تانية بأكد إن ممكن يكون الطريقة اللي اضارت بها الأزمة خلت فيه الكثير من الأقاويل ولكن الحقيقة أنا بقولها لكم بكل صدق إن مفيش أي مشكلة وإحنا دلوقتي همنا الوحيد إن إحنا زي إن إحنا نجد الشخص الخائن اللي هو كان سبب فيه خروج هذا الفيديو وتسريب هذا الفيديو ولكن دي قضيتنا إن شاء الله بعد كده قضيتنا إحنا وإدارة القناة فإن شاء الله إن إحنا نتوصل للشخص أو الجهة اللي كانت السبب في إن هي يخرج هذا الفيديو المصر انتظروني اليوم من ملعب المباراة وlife coverage على بشكل مختلف على رياضة 24 وإن شاء الله نقدر ننقلكوا نقل حي كلكم إن شاء الله هتبستوا منه شكرا 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 شكرا